بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو أتوتكينا بغنقا هجراتا بغرب خيري إردت والدت ندويبس جتشا هر اللي يورب جدي حلقا قدسد ديتف فادا واي تدبور القرآن متدورين إسا تدبور وكانت إن تلو القرآنات في دقائق مع القرآن كجدو حقيقتي وسائل قرآنا وان قرتي إسا تنتلو إردت نما قرقاروه الددباني أكاس ما أماللي وان قرتي قرآنا تنتلو إردت نما قرقارو مالي أي يربط الإنسان بين آيات القرآن والواقع الذي يعيش فيه جدو قرآنا كان في آيات قرآنا تفواقع وان في كيس سجرو كان ولدتي هدو قرآنا كان آياته ليه قرآنا كان منطلقا لإصلاح حياته وواقعه جرو إسا تنتلتو أكاتي حياته إسا تدينسيسو قدو أما اللي نما موقع إسا جرو كأتي مزن وان إسا مرسي قرآنا كان ميزان إساتي اللالو سنمالي وفتكلف قد أمالت وسنى باي أمالت نعم آيات ربي كان واقع الرد بوسو وفي إنزال الآيات على الواقع وان كيس جرو كيس ست قرآنا ربي كان بوسون باي إيه تدبوره قرآنا إراتينام غر غارججج أكاس معمال ليه واني كاران قرآنا تنتلو إراتينام باي إيه التأمول في سياق العاية عاية ديمسا عاية كان سياق عاية كانت انتلو غر تيئي غانا سياق ني آيات وان دابري دببتا وان بودا اللي دببتا كان وان قبل آيات وان بودا آيات اللي آيان دابري تمال جت تمايي ماال جت تيجو نعم ترتيبني آيات آه غر تيئي غانا توقيفية من الله جل وعلا سورة كان في ترتيب اسي غر تيئي غانا ربين غر تيئي غانا حكماء إساتين أكاسي تترتيب اسي كاي فلا بودا غر تيئي غانا حكماء في اسرارة جل وان ربين آيات كانت سورة سورة بودان قولي سورة تام بودان عن سي رب يكاسي كاييف اسرارة في حكماء قبضيجج قنافو علماء مال جل اتياد اهتم العلماء بعلم المناسبات بين الآيات علم مناسباك جل آيان مناسبان آيان توني قبضو مالي آيات دابري تيف بعضها من بعض قرين اسي قرين مناسبان آيان توني آياتنا قبضو جاني اكا مالي اتياد دان جل علماء اهتم اكاسي ما سوران تون سورة دابري تي مناسبان اسي مالي ما غيرها من السوري في القرآن سوراتك سورة اتآنتن مالوالي تايان واني مناسبان اسي قبضو جاني لا لوني اللي وانقر تي تدبور قرآن اردتنا ما قرقارجا اما اللي ومما يعين على التدبور واني قرتي قرآن ربي تين تلو اردنا ما غيرها مالي قافته نفسه فيه اي يسأل القارئ نفسه نمني قرأ وكل نفسه إساء قافته سورة تم ماليف اكنات جل قبضي ماليف اكنات لماذا ابتدأت هذه السورة بهذه الآية واختتمت بذلك جل ايه كنا ما هلف ماليف از انجل قبضي اكنات آياتنا آخرة كنا انقفمت سبحان الله سياق نكم ماليف جل ايه لالو افقافتوك بجج هدونا واني قرآن كيستت افقافتا كانان يأخذ العبرة من القصص والامثال ابرأة انتلا في قصة في فكين يرافون اتاك من مايسا قرآن نكون كيستس قد داقبا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاباء اكنا ربنا آية برات الجل انتلا وقات هجرة قصصهم عبرة قصصهم اتاك من الناس ورق قلبك ورق قلبي كاباني افت انتلا قدد توجر اكسو ما قرآن كانا كيستس افقافة قرآن كوان ان يتمثل بما في القرآن من امر ونهي وان ان القرآن اتاكجج وان ان اران او افقافتون كن فكرا ما كانا قرتي ايغانا اكت انتلا لنما قد لا قرتي ايغانا امكيست بحث آيان تنقبضوا دلائل أسين قبضوا معنى نماك نقرته فجأساك وما نماك يستيج أما اللي أكسما ومما يعين على التدبر تدبر الرت ورنما قرقار الرأي مالين أن يعرض المؤمن نفسه على كتاب الله نمن رب التأماني نفسه في كتاب ربي الرفدون تدبر الرأي الرت نما قرقار صفاء قرقائنا أموتو صفاء مؤمنتوتا كيس سلالة صفاء مؤمنتوتا كيس سلالة أنه ورمو منتوتا سأل إراء وروا السفاء من رأي يمو جرئي أفلالة وفي صفات المنافقين والكافرين صفاء منافق قال ليه اللالة وروا كافر قال ليه اللالة هل هو بعيد عنها صفاء ورسدين رأي إن فقو مؤتكالا دلغان إساتين أفلالة سبحان الله أحنف بن قيس رحمه الله تعالى غياتكو كتاؤته آيانتن إرت في دمته فعرضت عليه هل لالة ودو قرآن ممصحفة لالو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلالة عقلون بوفناي جرق قرآن كانا غرا كيسا نت كيسا كيسا تي دبين كيسا نجيرو وإن إسان دباتون كجيرو عقلين قبدا نجي ربي ورغرته كانا أموتو مشركة دباتي كانا لالة فانتباهتي مالغور مصحفة لالتاة ومعنان إسي جدو إردبرو جلقا بجججو إن شاء الله حقا حلق أبروتين ولتدي بنتي أسمتد آمناء والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة